خلينا نتفق بس على حاجة قبل ما هنخش في الموضوع بتاعنا لأن الموضوع بتاعنا أنا بشوفه من الموضوعات المهمة جدا جدا هنتفق على حاجة المسألة لا تتعلق بشجاعة جرأة جسارة المسألة تتعلق بالتقييم المنطقي لأي شيء يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا موروس ما ممكن يكون رفاق من جيلي ورفاق من جيل الأسدزة الأكبر ورفاق من جيل الأسدزة الأسدزة الحاليين قد يكونوا مسؤولين بشكل أو بآخر عن مفهوم إنه المعارضة المطلقة هي قمة الشجاعة فعليك أن تعارض دائما وأبدا فأنت تصح من النوم معارضا تؤدي كل حياتك اليومية أو كل ما يدور في حياتك اليومية معارضا ثم تنام وأنت معارضا حتى تكاد تعارض النوم في حد ذاته لو سلطان النوم غلبك ونمت فأنت عايز تقوم تقول له أنا أعارض وأعترض إن النوم جاي لي في المعاق يا مولانا بالرحم لا خلي بالك إنه وقوفك على موقف مبدأي متعلق بالمبادئ أيا كانت الأتمان أو الفواتير هو ده الشجاعة تطلع بقى أو يطلع تقييمك اللي مبني على المبادئ هو معارضة أو هو تأييد كلاهما شجاعة في بعض الأحوال تكون المعارضة شجاعة فعلا وده حصل مثلا يمكن في 30 سنة حكم أو في 40 سنة حكم أو في بعض الأحوال كانوا يمكن بيمتدوا لأكتر من 50 سنة حكم في ناس عرضت زعيم جمال عبد الناصر استمرت في شكل المعارضة أو في مربع المعارضة مع الراحل الشهيد محمد أنور السادات ثم استمرت في 30 سنة بعدها ثم كان حكم الإخوان فكانوا كل دي معارضة أنا أراها حقيقي معارضة وحقيقي موقف شجاع الأخير ولأنه مستند بالأساس على مبادئ ما عندنا اختلافات فكرية نستطيع إن احنا نتكلم فيها نتباحث نتناقش نتناظر نتفق نختلف نعارض أيا كان خلاص دي شجاعة تعالي هاخدك ويمكن أقدر أقولك إنه ده أيضا شجاعة ألا وهي بدءا من 30 ستة لو أنت طالح حتى هذه اللحظة معارضة الماضي انقسمت نصيته نص أيده 30 ستة جدا 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 وذهبوا في تأييدهم لـ 30 ستة وأنا من النساء اللي تتشرف بدا وذهبوا في تأييدهم لـ 30 ستة للمنادى باسم وزير الدفاع أنا ذاك مشير عبدالفتح السيسي أنا ذاك ليكون إحنا اللي نادينا ولازم نتذكر هذه اللحظات جيدة إنه ونطالب ننادي ونطالب ونزن وأقولك ونرجو مش نكاد نرجو إنه إحنا عاوزين مشير عبدالفتح السيسي يبقى رئيس الجمهورية وهنا بدأت تحصل بعض الانقسامات داخل مربع المعارضة أو قل انقسمت إلى فريقين مش بالضرورة 50% 50% لكن انقسمت لنصين حتتين مربعين المربع أصبح كتلتين كتلة مصرة على إنها تعارض وهنا ما عندكش من ناحيتي ما عندكش فهمهم بيعارضوا ليه يعني على أي أساس طيب عاوزين نوصل للايه طيب إيه الطرح طيب إيه الأفكار وجزء تاني استمر أو خد قرار إنه لأ أنا هأيد هذه الفكرة مؤمن بهذه الفكرة مؤمن بهذه التجربة مؤمن بهذا المشروع إيمان كامل وحقيقي وفي طريق التأييد ده اللي أقولك عليه من 306 مرورا بانتخابات 2014 و18 ثم الانتخابات الأخيرة 24 المجموعة اللي خدت قرار واللي هي أصلا أنا بقولك اللي هي أصلا من طيار المعارضة ومربع المعارضة المصرية تاريخية واخدين هذا المشوار بالتأييد وهم بيلاقوا هجوم من بعض الرفاق هجوم من بعض الأصدقاء هجوم من بعض الزملاء ومحاولات بقى لتلويث السمعة الاغتيال المعنوي إلى آخر ولكنهم مؤمنين بالفكرة مؤمنين بالتجربة مؤمنين بالمشروع حلو ودي شجاعة اوعى تفتكر أن التأييد في مثل هذه اللحظات أو في مثل هذه المراحل ما هوش شجاعة بالعكس في ناس بتبقى متصورة أن لو وقفت جنب المعارضة أنا كده جامد أنا كده شجاعة أنا كده أيقونة أنا كده ثابت بالمناسبة فيه فرق كبير جدا ما بين الثبات على المبدأ والثبات على الموقف الثبات على المبدأ محدش يقدر يقول عليه حاجة المواقف طبيعي أنها تتغير ليه طبيعي أنها تتغير لأن الموقف دايما مرهون بإيه مرهون بالمتغيرات اللي حواليه الظروف اللي بتتغير الأوضاع اللي بتتغير الوضع الإقليمي اللي آخره النهاردة كنت في منقشة لطيفة جدا وتطرقنا فيها للفترة اللي اشتغلت فيها في تغطية الحرب في سوريا وتغطية الحرب في ليبيا وكان أحد الحضور قال لي فرق معاك في إيه قدت له على الجانب المهني ولا على الجانب السياسي الجانب المهني أنا بظمن أن أنا عملت حاجة ما فيش حد من زملائي في الشرق الأوسط عملها قبل على الإطلاق بل كنت واحد من قلة قليلة جدا 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 على مستوى العالم راح البلدين دول اللي هما كانوا الأخطر على الصحفيين في تلك الأوانة خلاص لكن على الموقف السياسي أنا بقيت مقتنع جدا بالجملة والمقولة بتاعت ليس من سمع كمن رأى كل اللي انت بتشوفه في التلفزيونات بتقرأه في الجرايد بتتابعه على السوشيال ميديا أي فيديوهات منشورة في أي مكان شيء يكاد يكون هو النذر أقل للقليل من الكل وده فرق معايا كتير جدا في رؤيتي للأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لمنطقتنا مش بس المصر يوجع قلبي جدا ويتعب عقلي جدا إن أنا أشوف لازال عندنا أنا مش ضد إن الناس تعارض اللي عاوز يعارض أهلا وسهلا طالما عنده بيعارض بناء على مبدأ ما لكن أنا أستطيع إن أنا أصف مش كل المعارضة جانب من المعارضة هي مش بتعارض على مبدأ هي بتعارض علشان هي حبة فكرة المعارضة حابين فكرة إن هما الناس بتتكلم عليه دول شجعان وإيه الشجعان لفده أنت في حد عملك حاجة زوم اللي رفاق أصدقاء يطلعوا يتكلموا يقول لك إيه ولازم مصر تفك الحصار عن غزة هي مصر شريكة أصلا في الحصار على غزة؟ يعني أنت من 7 أكتوبر لحد النهاردة بجد شايف بعنيك وبعقلك إن مصر شريكة في الحصار على قطاع غزة فلسطين؟ يعني بكل المساعدات الإنسانية واللوجستية والسياسية اللي بتعملها مصر كل الجهود اللي بتعملها مصر من يوم 7 أكتوبر من اللحظة الأولى يوم 7 أكتوبر تذكر جيدا وافتكر ولا يغيب عن ذهنك وقفة الرئيس في غرفة العمليات وهو بيتابع اللي بيجرى يوم 7 أكتوبر وبعدين بدأ ياخد قرارات وبعدين بدأ ياخد تحركات وبعدين إصراره على عدم تصفية القضية إصراره على عدم التهجير سواء إذا كان قصري أو طوعي إصراره على وصول المساعدات أيا كانت الأتمان وأيا كانت التحديات ثم إصراره على إضاحة الصورة أمام المجتمع الدولي ثم اتخاذه مجموعة من الخطوات المزهلة والسريعة والكثيرة والكسيفة مع المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي من ناحية والأمريكان من ناحية وبقية الدول العالم من ناحية ثالثة عشان يفهمهم طبيعة ما يحدث وإن اللي بيحصل ده هو كارثة حقيقية وسياسات أبرتايد وسياسات تهجير قصري ومحاولات لخلق شكل مأشكال التهجير الطوعي بموافق بعض الدول منحة تأشيرات لأهلين الفلسطينيين اللي عايز تهجر يلا تعالى وقعد عندي مين اللي عمل كل هذا الزخم أنا عايزك كده ترجع للتقارير الصحفية وحجم المكالمات التي وردت لفخمة الرئيس وحجم المقابلات التي أتت من عواصم صنع القرار أعني جيداً المصطلح عواصم صنع القرار برلين باريس لندن واشنطن كانوا هنا إحنا مروحناش لحد كانوا هنا ليه؟ عشان إحنا شركاء في الحصار ده كلام العائلة الزغيرة بقى بجد ويعز علي أن ألاقي ناس كبيرة شعرها شاب شعرها شاب وبتتكلم كلام العائلة الزغيرة أو الدعوة بقى يلا بينا عايزين نروح علشان نحرر فلسطين روح أنا مش معنعك روح تكيل على الله أو هلموا بنا لأجل الجاد تاني؟ بجد؟ لأ هتحررها إزاي يعني قولي عايز تعمل إيه؟ ولا أنت عايز مصر تخش حرب مباشرة ولو دخلنا الحرب المباشرة سيبك إن إحنا بأمر ربنا سبحانه وتعالى إذا 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 شوف بقى عشرات الإذا هننتصر زي ما عملنا في 6 أكتوبر تمام؟ يعني على رأي رئيس اللي عملها مرة يعملها عشرين مرة بجي القصة سهلة بأمر الله إذا حصل لكن السؤال أنت عايز مصر تخش حرب؟ يعني أنت مستعد أنت بقى كقيادة معارضة سياسية كاتب عظيم مفكر رهيب ما حصلتش جبت الديب منديله دايما فأنت مستعد أن مصر تدفع الفاتورة الاقتصادية بتاعت دخول الحرب وتبعات دخول الحرب ونتايج دخول الحرب حتى لو كانت الحرب مدمونة كده بختمة اسمه النصر المؤذر هو مش دا ليه فاتورة اقتصادية يعني مين أنت بتقول وإحنا فيه أزمة اقتصادية ويجب على الدولة بكامل حكومتها وكامل أجهزتها أن تعمل على حل الوضع الاقتصادي بس يلا الحارب بقى إزاي طيب؟ هتحل الوضع الاقتصادي إزاي وأنت عايز تحارب؟ وبعدين هي الحرب يا جماعة رفعت نبوت يعني هو فيه حد لسه متصور من هؤلاء السزج وده بجد سزج ما هو يا سزج يا جهلة يا خوانة اللي بيكلم في كده ده بجد يعني أنا ما عنديش تصنيف تاق رابع لو عندك تصنيف رابع قل لي عليه هنروح بقى مثلا مليون بني قدم نقف على الحدود مسكين النبابيت أو بنادق رش يلا جماعة احنا هنحرر فلسطين هي الحرب سهلة كده عادي يعني طب أمريكا رحت فياتنان وعادت بخفايا حنين ورحت أفغانستان وعادت بخفايا حنين ورحت العراق وعادت بخفايا حنين ورحت الصومال وعادت بخفايا حنين وهكذا أكبر وأقوى قوة عسكرية على الأرض وأقوى اقتصاد على الأرض وكانوا النواب في الولايات المتحدة الأمريكية وصلوا لمرحلة إن هما بقوا بينادوا بسحب القوات الأمريكية من فياتنان وكذا الحال من أفغانستان وكذا الحال والتكلفة الباهزة والتكلفة في الأرواح السؤال بقى بتطلب بناءا على إيه طب مصر لازم توصل المساعدات وهو أنا بوصلش المساعدات أنا بوصل للمساعدات بري وجوي